ماذا بعد الدمع اين هم اصحاب الكراسي ان قيل ان منهم من قتل العراق وقتل فيه الحياة هنا بغداد يباع فيها كل شيء حلو عسل صاف كوجه الشهيد حيث وصل بائع العسل من شمال العراق من دهوك يبيع العسل في بغداده قلب البلاد والفؤاد ذهب عسل الحب للعراق وشاي الفرحة ببغداد لكن كلاهما شهيدان سيذهبان الى الله يقولان له كل شيء علكم بعد حزن ستعلمون ان بائع الوطن زائل وزرد السلاسل لكن يبقى العراق تماما قالها الشاعر بحرقة لم يكابر يا بغداد نهشوا جسد الضمير وجسد المصير وجسد الصغير قبل الكبير وليس مجرد خبر يداع اليوم ثم يندثر انما هي الحقيقة ان من في سوق ساحة الطيران شهداء على جرائمكم الى يوم تبعثون اخوتكم من بعدكم قدموا كل ما في السوق بالمجان فانتم جزء من الارض والارض جنة باهلها وفي عزائكم يجدد الوعد بالعهد عهد الولاء للعراق ولا مكان لغيره ومهما ضج الموت بسياسي فاسد او حزب حاقد الا ان العراق واحد يوحد كل طيف يجفف دمع الموت ويحيي دموع الفرح ولو طالت سحابة الصيف ولا يثني العراقي عن الثبات على حقه انه مهما طال ليل الابتزاز لا بد ان يبزغ فجر الديمقراطية اشتركوا في القناة